السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين أعزائي المتابعة حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان سكان كرواتيا يعرف عدد سكان كرواتيا وخصائصهم من خلال التعدادات التي أجريت عادة في فترات كل عشر سنوات وتحليلها من قبل مختلف المكاتب الإحصائية بالبلاد وذلك منذ حوالي عام 1850 وأجري آخر تعداد في كرواتيا كان في شهر إبريل من عام 2011 وبلغ عدد السكان الدائمين بجمهورية كرواتيا 4.290.000 نسمة وتبلغ الكثافة السكانية 75.8 نسمة لكل كيلو متر مربع متوسط العمر المتوقع العام في كرواتيا عند الولادة هو 75 عاما وارتفى عدد السكان بثبات باستثناء التعدادات التي اتخذت في أعقاب الحربين العالميتين من 2.1 مليون في عام 1857 حتى عام 1991 عندما بلغ ذروته عند 14.7 مليون ومنذ عام 1991 معدل الوفيات في كرواتيا تجاوز باستمرار معدل المواليد فيها معدل النمو الطبيعي للسكان ويعتبر سلبي وفي كرواتيا تعد في المرحلة الرابعة أو الخامسة تعد من المرحلة الرابعة أو الخامسة من التحول الديمغرافي وذلك بحسب الفئات العمرية فشريحة شريحة العمر ما بين 15 و64 عاما هي المهيملة ومتوسط عمر السكان هو 41 عام ونسبة الجنسين من مجموع السكان هي 93 من 100 ذكر لكل أنثى واحدة معظم سكان كرواتيا من الكروات وهم 90% ونصف في حين تشمل الأقليات الصربية 4.5% من جملة السكان وهناك 21 عرقيات أخرى أقل من 1% لكل منهما والتاريخ الديمغرافي لكرواتيا تميز بالهجرات الكبيرة منها هجرات الكروات في المناطق الناطقة باللغة المجرية واللغة الألمانية منذ اتحاد كرواتيا والمجر والانضمام للإمبراطورية هاباسبروغ مجموع الهجرات من قبل الفتحات العثمانية وزيادة السكان الناطقين باللغة الإيطالية في أستراليا ودالماسيا لأنها كانت تحت حكم جمهورية البندقية وبعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية انخفض عدد السكان المجريين في حين اضطر السكان الناطقين بالألمانية للرحيل أو أجبروا على الرحيل بعد الحرب العالمية الثانية مثلهم عانى السكان الناطقين بالإيطالية وتميزت الفترة ما بين أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين بالهجرات الاقتصادية على نطاق واسع إلى الخارج وتميزت حقبتي الأربعينيات والخمسينيات في يوزلافيا والتي كانت كرواتيا جزءا منها بالهجرات الداخلية فضلا عن زيادة التمد بالهجرة من الريف إلى المدن نتيجة لحرب الاستقلال الكرواتية حدثت هجرات كبيرة بسببها شرد مئات الآلاف اللغة الكرواتية هي اللغة الرسمية للبلاد ولكن يستخدم لغات الأقليات رسميا في بعض وحدات الحكومة المحلية أعلن 95% من السكان أن اللغة الكرواتية تعد لغتهم الأم لحسب الإحصاءات الرسمية وأكشف عن إحصاء عام في عام 2009 أن 78% من الكروات يدعون معرفة لغة أجنبية أخرى واحدة على الأقل وغالبا ما تكون اللغة الإنجليزية الأديان الرئيسية في كرواتيا هي الكاثولوكية الرومانية وهم 86% والأورثوكسية الشرقية وهم 4% والإسلام وهو 1% بلغت نسبة محو الأمية في كرواتيا إلى 98% وارتفعت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15% وأكثر ممن حقق درجة علمية منذ عام 2001 تضاعفت لتصل إلى 16% في عام 2008 ينفق حوالي أربع ونصف من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وتتوفر المناهج التعليمية باللغة الكرواتية وبلغات الأقليات المعترفة بها في صفوف التعليم الأساسي والثانوي كرواتيا لديها نظام رعاية صحية شامل منذ عام 2010 ولذلك تنفق الدولة 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية صافي الدخل الشهري في سبتمبر عام 2011 ملغ 5 ألف كونان أو ما يساوي 729 يورو في المتوسط وأهم مصادر التوظيف في البلاد عام 2008 كان في الصناعة والتجارة والجملة التجزئة والتشيد في أكتوبر عام 2011 بلغ معدل البطالة 17% متوسط دخل الأسرة يعادل كرواتيا يتصدر متوسط القوة الشرائية القياسية للدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 وسجلت إعداد 2011 مجموعة 1.5 مليون من الأسر التي تمتلك مسكن خاص بهم ومتوسط معدل التحضر في كرواتيا يبلغ 56% مع زيادة عدد السكان في المناطق الحضرية مقابل تقليل سكان الريف تدريجيا ومع بلوغ عدد سكانها 4 مليون نسمة في عام 2011 احتلت كرواتيا المرتبة 125 من حيث عدد السكان في العالم وتبلغ الكثافة السكانية 75 نسمة لكل كيلو متر مربع ومتوسط العمر المتوقع العام في كرواتيا عند الولادة 75 عاما ومعدل الخصوبة الكل من 1.5 طفل لكل أم وتعد من أدنى المعدلات في العالم ومنذ عام 1991 تجاوز معدل الوافيات باستمرار معدل المواليد في البلاد توقع المكتب الكرواتي للإحصاء أن عدد السكان قد يتقلص إلى 3 مليون بحلول عام 2021 وذلك اعتمادا على إحصاءات معدلات المواليد الفعلي ومعدل الهجرة الصافية ارتفع عدد سكان كرواتيا بشكل مطرد من 2 مليون نسمة في عام 1857 حتى عام 1991 عندما بلغ ذروته عند 4 مليون نسمة باستثناء التعدادات التي اتخذت في عام 1921 وعام 1948 أي بعد الحربين العالميتين معدل النمو الطبيعي للسكان سلبي أي يتناقص وكرواتيا قد تخطط من المرحلة الأولى من التحول الديمغرافي في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل قرن التاسع عشر والآن تعد البلاد في المرحلة الرابعة أو الخامسة للتحول الديمغرافي أحد التفسيرات لهذا الانخفاض السكاني الأخير هو حرب الاستقلال الكرواتية ففي خلال الحرب شردت قطاعات كبيرة من السكان مع زيادة الهجرة في عام 1991 في المناطق ذات الأغلبية الصربية أكثر من 400 ألف من الكروات والعرقيات الأخرى من غير الصرب هجروا بإزالة منازلهم من قبل القوات الصربية الكرواتية أو فروا من العنف وفي عام 1995 خلال الأيام الأخيرة من الحرب أكثر من 120 ألف وهرب حوالي 200 ألف صرب من البلاد قبل وصول القوات الكرواتية أثناء عملية العاصفة وخلال العقد الذي تلى نهاية الحرب عاد من اللاجئين الصرب حوالي 117 ألف من 300 ألف نزحوا من كرواتيا خلال فترة الحرب معظم الصرب المتبقيين في كرواتيا يعيشون في المناطق المحتلة في حرب الاستقلال الكرواتية وبعض الصرب استقروا في المناطق التي سكنوها سابقا قبل الحرب في حين أن بعض المستوطنات الصربية السابقة بكرواتيا تمت تسويتها بالأرض من قبل اللاجئين الكروات من البوسنة والهرسك ومعظمهم من جمهورية صرب البوسنة في عام 2009 بلغ عدد الموليد 44.577 مولود حي في كرواتيا منهم 22.877 دكر و21.700 أنثى معظم تلك الولادات اجريت في مناطق ذات إشراف طبي باستثناء 34 حالة ولادة فقط في أماكن أخرى من العدد الإجمالي ولد 38.809 أطفال في إطار الزواج أو خلال 300 يوم بعد نهاية الزواج وكان متوسط عمر الأمهات عند ولادة طفلها الأول 27 سنة ومعدل الخصوب العام يساوي عدد الموليد لكل ألف امرأة تتراوح عمرهم بين 15 و49 سنة وهو 42 في عام 2009 توفي 52.414 شخص في كرواتيا أي 48.5% توفي في المرافق الطبية و90% منهم تنقل علاج الطبي في ذلك الوقت منهم 26.235 حالة وفا لمرضى القلب والشرايين و13.280 حالة وفا لمرضى السرطان في العام نفسه وكان هناك 2.986 حالة وفا عنيفة بما في ذلك 2.121 حالة وفا بسبب الحوادث من ضمنهم 616 حالة وفا في حوادث سير في عام 2009 كان معدل الموليد 10 ألاف تجاوز معدل وفيات 11 ألف وكان معدل وفيات الردع يقدر ب6 ألاف في عام 2012 أما من حيث التركيب العمري فإن سكان كرواتيا يهيمن عليه شريحة الأعمار بين 15 و64 سنة وكبار السن بنسبة 68% من إجمال السكان في حين أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة حوالي 15% والشيوخ من تعدوا سن 64 سنة بلغت نسبتهم 16% وهي نسب صغيرة نسبيا ومتوسط عمر السكان 41 سنة ومتوسط لكل أنثى واحدة عند الولادة وحتى 14 سنة من العمر وواحد ذكر لكل أنثى واحدة تتراوح عمرهم بين 15 و64 سنة لكن في الأعمار فوق 64 سنة تكون النسبة أقل من واحد وذكر لكل أنثى واحدة أما بالنسبة لمجموع السكان الكلي فتبلغ نسبة الذكور أقل من واحد ذكر لكل أنثى واحدة أي واحد إلا قليل وعلى عكس تقلس عدد سكان كرواتيا في أواخر التسعينيات من القرن العشرين وصلت معدلات الهجرة الصافية من كرواتيا إلى الخارج لأكثر من 7 ألف مهاجر في عام 2006 وفي السنوات الأخيرة أصبحت الحكومة الكرواتية مضطرة كل عام لإعطاء تصريحات للعمال الأجنبية وفقا لسياسة الهجرة في كرواتيا تسعى الحكومة لإغراء المهاجرين بالعودة مرة أخرى إلى بلادهم يتواجد في كرواتيا حوالي 8 ألف مهاجر عام 2009 أكثر من نصفهم قادمين من البوسنة والهرسك المجاورة وكان هذا العدد انخفض انخفاضا حادا عن السنة السابقة فقد كان عدد المهاجرين في عام 2008 حوالي 14 ألف مهاجر وفي عام 2009 هاجر 9 ألف شخص من البلاد هاجر إلى سربيا عدد المهاجرين يمثل زيادة كبيرة مقارنة مع الرقم المسجل في عام 2008 والذي كان حوالي 7 ألاف مهاجر في عام 2009 كذلك كان صافي الهجرة من وإلى الخارج بلغت دروتها في مقاطعة سايسك موسلافينا ومدينة زغرب وفي عام 2009 تم تسجيل 22 ألف حالة زواج في كرواتيا وكذلك 5 ألف حالة طلاق سجلت اعداد عام 2001 عدد الأسر بواحد مليون أسرة في البلاد نكتفي بهذا الجزء اليوم وإلى لقاء أخر نتابع فيه موضوع سكان كرواتيا